السلام عليكم ورحمة الله نواصل حديثنا عن عمليات التجفيف وكمقدمة لعملية التجفيف يمكن أن نقول بأنه في خطوات التصنيع تتكون من عدد من الوحدات التي تؤدي بروسس محددة في الأغلب عملية التجفيف تليها عملية أخرى زي ما سبكرنا سابقا وهي عملية الباكيجينغ بعدها نتحصل على المنتج النهائي فعملية التجفيف من معظم الوقت أغلب الأحيان هي من العمليات النهائية والتي لا غنى حاجة لأي مؤسسة صناعية من عملية التجفيف في مرحلة أو أخرى في كثير من الأحيان عملية التجفيف is an essential part of the drawing process فمثلا إذا نظرنا إلى الصناعات الدوائية على ثبيل المثال بنجد بأن التعامل مع البدرة التي هي المنتج الأساسي لا بد من تجفيف هذه البدرة من أجل تسهيل عملية تداولها وأيضا بنجد بأن في بعض الأحيان عملية التجفيف تضمن جودة المنتج النهائي بمعنى أن وجود البدرة مثلا إذا أخذنا مثال آخر إنتاج اليوريا وجود الرطوبة على سبيل المثال في صناعة اليوريا يشكل ضرر كبير جدا جدا للمنتج النهائي حيث تبدأ هذه المنتجات في التفاعل مع الرطوبة وبالتالي فقط المنتج الأساسي أيضا في الصناعات الغزائية بنجد بأن الرطوبة من الأشياء التي لا بد من التخلص منها من أجل الحفاظ على جودة المنتج أي بأن وجود الرطوبة في هذه المركبات خصوصا تلك التي تحتوي على نسبة من الجلكوز والسكر قد يؤدي إلى نمو بكتيريا وبالتالي ضرر كبير لهذا المنتج فلا بد في كثير من الصناعات إجراء عملية تجفيف من أجل السلامة والحفاظ على جودة المنتج الرطوبة دائما بنعبر عنها كمويستشار كونتينت وهي كمويستشار كونتينت من المادة الأساسية التي ننسب إليها فتعبر عنها وديه نقطة مهمة للغاية فتحسب الرطوبة كنسبة مئوية كنسبة مئوية بأخذ وزن العين الرطبة ثم يخصم منه وزن العين بعد جفافها على وزن العين الجافة وديه نقطة اللي كثير من أبناء الطلاب بيطلخبط فيها هما قد ينسبوا إلى العين الرطبة لكن هذا غير صحيح وإنما تنسب إلى العين بعد جفافها بذلك نتحصل على المويستشار كونتينت كنسبة مئوية من المادة المستخدمة المواد بعد تجفيفها يمكن أن يكون لها عدة أشكال يمكن أن تكون على هيئة فليكس كما في الشكل يمكن على هيئة جرانيول جرانيولز حبيبات يمكن أن تكون حتى بلورات كبلورات ملح الطعام على سبيل المثال يمكن أن تكون باودر ويمكن أن تكون كونتينيوز شيت كما في صناعات السيراميكس وصناعات الكثير من المركبات التي تستخدم في عمليات البناء حيث تجفف كقطع بأحجام كبيرة صناعة البولاط وبيكون عادة نبعاتها 50-45 سنتيمتر كفلات شيتز فأشكال المواد المتجففة المتعددة ويعتمد بصورة كبيرة على تطبيقات هذه المواد النهائية